من أشهر الأعراض اللي بتصاحب فترة الحمل وبعد الولادة هي الستريتش مارك أو علامات تمدد الجلد كمان بتظهر بعد عدد كبير من العمليات الجراحية خاصة عملية التكميم كمان بتظهر بعد الخسارة السريعة في الوزن الستريتش مارك بتظهر في أماكن متفرقة من الجسم أشهرها البطن والفخد والدراع وفي أحيان كتير بتقل تدريجيا مع الوقت لكن في بعض الأحيان بتستمر وبتزيد وبيتحول لونها من اللون الأحمر أو الوردي الخفيف لللون الأبيض عشان كده الأفضل هو منع أو تقليل ظهرها من البداية والتقليل ظهور علامات تمدد الجلد أثناء فترة الحمل أو بعد الولادة يفضل نستعمل الزيوت الطبيعية المرتبة زي زيت البايو أيل بشكل يومي كمان الكريمات العلاجية الأمنة خلال فترة الحمل زي مستلة أو بالمرز وما ننساش شرب كميات كافية من المية خلال اليوم وممارسة بعض التمارين الرياضية الخفيفة ولعلاج علامات تمدد الجلد بعد العمليات الجراحية بعيدا عن فترة الحمل والرضاعة يفضل نستعمل الكريمات اللي بتحتوي على مادة التريتينوين زي الأكرتين كمان ممكن نستعمل الصنفارة أو السكراب خاصة اللي بتحتوي على الكافيين أو القهوة 3 مرات بالأسبوع وأخيرا ممكن نلجأ للليزر كحل أخير في بعض الحالات ترجمة نانسي قنقر